بغاراتٍ استهدفت مدينة الحديدة عاد العدوان الأمريكي والبريطاني مجدداً لكسر الهدوء الذي ساد الأيام الماضية منذ نحو أسبوعين وللتأكيد على خيار تصعيد في اليمن في مقابل التهديئة التي تسعى دول الإقليم والمؤسسات الأممية إلى ترسيخها التفاصيل في وسائل الإعلام بصنعاء والتي أفادت بشن المقاتلات الأمريكية والبريطانية غارتين على مديرية باجل بعد ساعاتٍ على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ ما يكشف عن نيةٍ أمريكيةٍ واضحة للتفرغ للجبهة اليمنية والإبقاء على التوترات مستمرةً في المناطق المطلة على البحر الأحمر ومما يعزز فرضية الرغبة الأمريكية والإسرائيلية في التفرغ للحوثيين تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي زائف ألكين الذي أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان لن يشمل الجماعات المسلحة في اليمن والعراق وذلك وفقاً لإذاعة جيش الاحتلال في المقابل توعد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي باستمرار التصعيد في مختلف جبهات الإسناد في ظل استمرار الحرب على غزة وشدد الحوثي على أن المحور في اليمن والعراق سيكثف من عملياته خلال الأيام القادمة في رسالة تحدي واضحة في مواجهة التصعيد الأمريكي إصرار واشنطن وحلفائها على التنقل في مغامراتها في المنطقة يؤكد أن الجهود الإقليمية والأممية الساعية للتهديئة لن تكون مجدية وهما سيتطلب ضغطاً أممياً أوسع أو ربما عمليات أكبر تضع حداً للعنجهية الأمريكية فهذه العودة تشير إلى أن الغارات على اليمن لا تزال قائمة والحلول العسكرية مفتوحة بالنسبة لبريطانيا وأمريكا ما يدفع بتضاءل خيارات السلام وارتفاع وطيرة التصعيد